احدى المخالفات المرورية اللي دائما ما ننبه عليها اخواننا ساقية الدراجات النارية احنا وياكم لكن بنفس الوقت تلتزم من نشوف دراجة نارية والحلو بالموضوع انه هو جاي عكس الاتجاه هل من المعقول يعرض نفسه والاخرين للخطر السلام عليكم شوانك اخويا هل سعوفنا من الدراجة ما نحشي على الدراجة مو موضوعنا الدراجة لان يقولون انه ما اعلق المهم انت جيت عكس الاتجاه تعرف شنو عكس الاتجاه شون رحم الله والديك يعني شنو مو بقى سبق اصرار يعني انت برجليك تروح للمخالفة واذا صار لا سامح الله شي بي راح تسبب مشكلة للاشخاص الاخرين صح لوني غلطانا ليش جيت رون طريقي صار منه انا كلش متأكرا على الشغل طالع متأكرا تمام ارجع لي هناك بالدراجة ارجع لي بالدراجة بما انه نتكلم عن موضوع قيادة الدراجة المفروض انه يكون سائق الدراجة الدواعي زين ليش عمد يحافظ على سلابته انت لا مرتدي خوض صح لا سامح الله وهي امور دنيا وهذا شارع اجه واحد طخ الدراجة ماتك وقعت على راسك بس يقول لان ما ظلمتها بس هي حقيقة علمية صح؟ واقع يحتي واقع صح واقع زين انت بعد هذه جملة المخالفات تعليقك على الموضوع انا صحيحة تسمو هاي الأقلاط بس اكو بشر يضطر له على عيني وعلى راسي بس سلامتك اهن؟ طبعا اكيد عندك عائلة وترجع لهم ووالدتك اكيد يخافون عليك صح لوني غلطانة فأنت احتمال اوكي ما عندك مشكلة وما شف طريقك تتعرض الحادث طريقة تمشي بيه امان الله يعني ولا يريد يصير القدر الله يسوي بعد عيني رب العالمين واني يعني صحيح جاي مخالف بس انا ننتبهي انا مش عالكي في ما جاي مخالف يعني يمشي بسرعة ويقول لوني نعم سيد يعني هي اسئلة مخالفة الوحيدة اللي عنده مزنك مخالفة نعم مستمسكاتك واني نعم يعني هي دراجة كل زين تعرض ايه من الدراجات يعني اني تراجد واني تراجد واني تراجد واني تراجد واني تراجد واني يوم الآحد الصباح واني طلعها من المركز دافئ واني تراجد انت هذه الحكاية ومحل لأنه كل انسان خالف يعرض نفسها للمسائلة القانونية نعم والقانونية المسائلة سواء انحزت الدراجة او اتغرمت لكن احنا هسه المفروض انحزت لوحات ما عندك لوحات اي لوحات ما عندك يعني هسه شيد بتهوية الدراجة شينية يعني انت لا عندك مستمسك انت حاملة ولا اجازة السوق ولا اجازة ولا الدراجتك مسجلة يعني انت مخالف مع سبق الاصهار والترصد صح لوني غلطانك نصيحتك هسعوبك من التبريرات هسك موحل بالبداية يعني انا حاجز مطقي صحيح صح هساني اريد نصيحتك الى نفسك والى ساقي الدراجات بما يخص المحافظة اقلها على سلامتكم والله صحيح يا حبيب ايه على كم من الطريق ايه ولا تعاقسون يعني ايه نظام القانون رحم الله والدي ايه ايه مرات الصيم نصيح نصيح ايه وشكل بالاعظمية فقط طريق اقصة من الطريق حتى وصل اسراء ايه والله طريقي داما مننا يعني عاد يطلع من النوقت يتنسى اليوم وين من تعتراج تمام انا اتمنى لك كل الصحة والسلامة ورب يحفظك وعسى ان تكرهوا شيئا يمكن ان يتكرهت وجود اليوم بهذا المكان بس هو راح بالفترة المقبلة يبتتعرض الشغلة تذكر حجرة كيف عني القانون المعتدين أنا 8 سنين عايش بالخارج وشايف القانون برّي هاي مننا رجع هنا واشوف من شعني هواي خربط رب ويحفظك شكرا